اشتركوا في القناة تبقى لسه عايش طالما بتغلط تبقى لسه بتتعلم وطالما بتسعى يبقى لسه في امل اسألكم الدعاء لكل من رحلوا عن عالمنا وكان الفنان محمد عاد الامام متواجدا في تشييع جنازة صديقه الفنان هيسم احمد زاكي كما حضر عذاقه في مسجد الشرطة بستة اكتوبر واثار الفنان محمد عاد الامام نجل الزعيم عاد الامام ضج على مواقع التواصل الاجتماعية فيسبوك وتويتر وانستجرام وبين اوسط المصريين بعدما طلب خلال صفحته الرسمية على موقع انستجرام الدعاء لكل من رحلوا عن عالمنا وهو ما جعل البعض يتساءل عن الحالة الصحية للزعيم عاد الامام مقربون من الزعيم عاد الامام اكدوا في تصريحات صحفية امس ان صحة الزعيم عاد الامام بخير والشائعات التي اسيرت معخرا بتدهور صحته غير صحيحة حيث ان بعض الحسابات الوهمية استغلت تدوينة الفنان محمد عاد الامام لتنشر شائعات عن تدهور صحة الزعيم كما نفى اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريحات سابقة تدهور صحة الفنان عاد الامام ودخوله احدى مستشفيات القاهرة وذلك بعد انتشار الشائعات ايضا عن صحة الزعيم حيث ان كل فترة تنشر صفحات مشبوهة اخبارا عن تدهور صحة الفنان عاد الامام والجدير بالذكر ان الزعيم عاد الامام انتهى من تصوير 80% من مشاهد مسلسله الجديد فالنتينو والتي جمعت بينه وبين الفنان دلال عبدالعزيز وداليا البحياري مسلسل فالنتينو يشارك في بطلته الفنان دلال عبدالعزيز وداليا البحياري ووفاء صادق وهدى المفتي ومحمد كيلاني والفنان ياسمين والفنان رانيا محمود ياسين وإلهام عبدالبديع وسليمان عيد وبدرية طلبة وأحمد فريد وعدد اخر من الفنانين ويؤدي الفنان محمد عاد الامام فيلما جديدا يحمل اسم للصبغداد بالتعاون مع كل من فتحي عبدالوهاب وياسمين وأمينة خليل ومحمد عبدالرحمن وصلاح عبدالله وأحمد رزق والفيلم من تأليف تامر إبراهيم ومن إخراج أحمد خالد موسى أحداث العمل تدور في إطار الأكشن تتخلى له بعض المواقف الكوميدية والذي يندرج تحت فئة المغامرة والتشويق والإثارة وبالتحديد حول رجل يبحث عن كنز مفقود وأسرى في بغداد وغيرها من الأحداث ترجمة نانسي قنقر